بعد عامين من التراجع، صادرات الجزائر من الغاز الطبيعي المميع تعود إلى منحها التصاعدي بتسجيل ارتفاع قياسي خلال الربع الثالث من السنة الجارية وملامسات صادرات البلاد مليوني ونصف مليون طن بزيادة قدرها مئة ألف طن عن نفس الفترة من العام الماضي بنمو تجاوز ستة في المئة بالمقارنة بين الفترتين منظمة الأقطار العربية المصدرة للبيترول أوبيك ذكرت أن الطفرة التي تشهدها الجزائر مبررة بفعل استئناف تصدير منشأة تميع الغاز في سكيكدا خلال شهري أوت وسبتمبر بكميات ناهزت نصف مليون طن بينما تم تصدير الكمية المتبقية انطلاقا من منشآت تميع الغاز في أرزيو المنظمة الإقليمية وفي تقريرها المعنون تطورات الغاز الطبيعي المميع والهيدروجين خلال الربع الثالث من العام الجاري توقعت أن تشهد صادرات الغاز الطبيعي المميع من الجزائر نموا خلال الربع الأخير من السنة الجارية ضمن عام كانت فيه صادرات الأقطار العربية من الغاز المميع استثنائية خلال الربع الأول والثاني